بكم شاهدين الأكارم إلى رابع نشرة ثقافية لنا لنهار اليوم إذن كشف وزير الثقافة عزدين ميهوبي في ندوة صحفية عن مشاركة أزيد من 962 دار نشر أجنبية و291 دار نشر جزائرية في الصالونة الدولي للكتاب الذي ستحل مصر كضيف شرف عليه بالإضافة إلى تكريم عديد الأسماء الأدبية على غرار المؤلف والكاتب الجزائري بوعلام بالسايح إلى إضافة أقول إلى عديد من الجوائز التي ستكون حاضرة في طبع الواحدة والعشرين لصالونة الدولي للكتاب على غرار جائزة آسيا جبار سارة بالحور حضرت الندوة وعادت بالتالي الشعار الكتاب اتصار دائم هذا هو الشعار عدد دول النشر التي ستشارك عدد دول 48 دولة 48 بلد عدد دول النشر 962 عدد دول النشر الجزائرية 291 ستكون مصر ضيف شرف وقد أعدت لهذا برنامجا يتضمن نذوات وعرض أفلام واستحاب فرق فنية أيضا ستقوم ببعض العروض الفنية كما كشف الوزير أن أبو سعادة يمكن أن تكون مدينة سينمائية بامتياز كونها تنفرد بطبيعة خلابة أبهرت العديد من المبدعين والمخرجين السينمائي صار بالحور ثانية مدينة مؤهلة طبعا لا يختلف فيها إثنان مدينة تتوفر على بيئة سينمائية بامتياز ونحن نشجع كل الراغبين في الاستثمار في أن يتخذوا من هذه المنطقة فضاء لإنجاز استوديوهاتهم زالنا مرة واحدة مستثمر عنده مشروع هكذا ولكن بدأ للمشروع أكبر من الخيال دائما في المجال السينمائي مشاهدين على كارم وبحضور طاقم تصوير الفيلم التاريخي الجزائري الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ العلام عبد الحميد ابن باديس دشن وزير التقافة عزدين ميهوبي استوديو التصوير لتطوير الصناعة السينمائية بالجزائر كما حضر ميهوبي جانبا من تصوير فيلم ابن باديس وتحدث ميهوبي في ميكروفون الزميلة زهد ثابت عن أهمية هذه القرية السينمائية في تطوير الصناعة السينمائية في الجزائر لإنتاج أكبر قدر ممكن من الأفلام نعتبر هذا مكسب حقيقي للسينما لأن الجزائر بحاجة إلى أن تتوفر على مواقع لتصوير مشاهد للسينما أو للتلفزيون تكون من البيئة الجزائرية هذا المكان سيستكمل بعد سبوع عشرة أيام سيكون جاهز ويمكن استغلاله استغلالا دائما ومستمرا وهذا بني بمعايير احترافية لم يبنى هكذا فقط ولا يستجيب لحاجية السينما والتلفزيون والعمال الوثائقية وغيرها هذا ما بنواج ناس هوات ناس مختصين عايشين في هذا الجماعة لأنجزوا باب الحارة هما لأنجزوا هذا العمل كما تحدث وزير الثقافة سيد عزدين ميهوبي للزميلة زهيدة ثابت عن ضرورة إنشاء قرى سينمائية مماثلة في الجزائر هناك أيضا مشروع لبناء أيضا موقع آخر شبيه بهذا ولكن عصري حتى القصبة يكون لها أيضا موقع هنا نبنيه شبيه بالقصبة حتى الناس يقدرون يصوروه هتكون فضاء أيضا خاص بالصحراء هنا أيضا في إمكانية لأن حضروا بعض المخرجين بينهم الأخضر حامين وكذا وأعجبوا بالمكان وقالوا يمكن أنه يوفر كل ما يحتاجه أي مخرج لأي فترة بإبداع كبير ودقة متناهية يتفنن السيد جوران مصطفى في نحط الخشب هذا الفن الذي أضحى اليوم يصارع من أجل البقاء المزيد في السياق التقرير التالي النحط على الخشب فن تقليدي متعارف عليه فعلى الرغم من تراجع هذه المهنة وخاصة اليدوية منها إلا أنها ما زالت محافظة على مكانتها لدى شريحة واسعة من المجتمع أنا درت خمسة دليلسانتر مقيتش أفرونتي واحد الخدمتها عشرة عن ناس نخدمها واحد ولا جوج بينا ولا ثلاثة بينا نخدم بالليل وبالنهار ولا سلكت أنا تتشوف الخدمة خوش يمانيال سوك القوليد العامين نخدمتها يكون جيبوا لي عشرة نخدم عشرة كل واحد يدير حاجة وسين بليزير نخدمه مصطفى قوران من ولاية وهران واحد ممن ورث هذه المهنة أبا عن جد بأزيد من ثلاثين سنة فبإرادته الكبيرة أضحى قادرا على النحث وإضفاء إطلالة جميلة على أثاث المنازل والديكورات وجد الحرفات أكثر من ثلاثين عمونا هنا والحرفات شوية بشوية تتطور ونحن نخدم دائمين أي حاجة تنخدموه الجوامعة تنخدموهم المنابر تنخدموهم أي حاجة اللي يخلق الله في اللح أي قبلتكم قوران مصطفى مبدع يحتاج لمن يقدر مهنته الراقية التي استطاع في وقت وجيز أن يثبت نفسه فيها بموهبته وخبرته الكبيرة بهذا مشاهدين الكارم نطوي ولقنا التقافية شكرا جزيلا لكم